ورحب بضيوف البرنامج معي هنا في الستوديو محلل 442 وصانع المحتوى الرياضي محمد حلمي راشد مساء الخير مساء الخير أستاذ معي مساء الخير لجميع المشاهدين والأخوة الزملاء وبداية عصر جديد في عالم كرت قدم الأوروبية إن شاء الله تكون حلقة مفيدة للجميع لأنه شويل كان هناك عدة استساؤلات واستفهمات نوضحها في هذه الحلقة إن شاء الله أنت لا تتخيل حجم معدد الناس الذين سألوني عن النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا وإجابتي كانت إحضر حلقة الليلة بتعرفوا الجواب فعليك مسؤولية كبيرة الليلة بإذن الله قدر المصري إن شاء الله وأنت لها وأهلا بمحمد حلمي راشد كذلك أرحب عبر سكايب بالمدرب الوطني نجم كرة القدم الأردنية اللاعب السابق ومدرب المنتخب الوطني للناشئين تحت 15 كابتن خالد سعد مرحبا بك من الزرقاء وسينضم إلينا كذلك محلل 442 وصانع المحتوى محلل الأداء طلحة أحمد سيكون معنا أيضا في الحلقة نبدأ من قرعة دوري أبطال أوروبا التي أثارت جدلا كبيرا والتي صحبت مساء اليوم الخميس في إمارة موناكو الفرنسية والتي تقام لأول مرة وفق نظام جديد تتكون النسخة الجديدة من البطولة من 36 فريقا ستشارك في دور واحد كبير بدلا من تقسيمها إلى مجموعات كما كان في السنوات السابقة سيلعب كل فريق ثماني مباريات أربع منها على ملعبه وأربع أخرى خارج ملعبه على سبيل المثال وفق القرعة التي صحبت اليوم سيلعب حامل اللقب ريال مدريد سنتابع الآن مع فرق بروسيا دورت منذ الألماني ليفربول وميلان ليفربول الإنجليزي وميلان الإيطالي وأتالانتا الإيطالي وريد بول سالسبرغ النمساوي ليل الفرنسي شتوتغيرت الألماني وبريست الفرنسي بينما إذا ما انتقلنا مثلا إلى مانشستر سيتي حامل لقب البطولة قبل الماضية فسيلعب مع كل من انتر ميلان الإيطالي باريس سان جيرمان الفرنسي ولنا عودة ستكون عنده باريس سان جيرمان كلوب بروج البلجيكي وفينتوس الإيطالي فاينل دوتر دام الهولندي سبورت انجليش بوني البرتغالي وسبارتا براغ الشيكي بالإضافة إلى سلوفان براتيسلافا السلوفاكي وهذه الأندية تمثل فكرة الاتحاد الأوروبي بالإضافة التي قام بها بالذهاب إلى مثلا باريس سان جيرمان أو قبل باريس بايرين ميونيخ دعنا نبقى مع بايرين ميونيخ سيلعب مع فرق مثل باريس سان جيرمان وبرشلونة وبروج البلجيكي يوفينتوس فريقك محمد أيضا بعد ذلك مع بنفيكا وشختار وفاينلد وسلوفان براتيسلافا وأستن فيلا باريس سان جيرمان الذي كنت أود الحديث عنه لماذا؟ لأنه باريس إذا ما أراد أن يطارد حلمه منذ سنوات باللقب الأوروبي عليها أن يتاهل بشكل مباشر بعد أن يواجه الأندية التالية مانشستر سيتي، بايرين ميونيخ، أتلاتيكو مادريد، أرسنل الإنجليزي، بي أس في آيندهوفن الهولندي ريتبول سالسبرغ النمساوي، جيرونا من إسبانيا الفريق المجتهد وشتوتغارت الألماني وعلى هذا المنوال بقية الفرق، بكل مستوى يلعب لابد من التنويه أن المباريات ليست على الترتيب كما هو الآن بالصورة سننتظر حتى 31 من الشهر الحالي، أي بعد غد السبت نحن الآن مساء الخميس على الهواء مباشرة يوم السبت سيرتب الاتحاد الأوروبي كي لا تتعارض أجندات الدوريات والمسابقات مع المسابقة الأوروبية الأم ومن ثم سيعرض جدول مواقيت وتوقيت المباريات وموعدها وعلى أي ملعب الهوم والأوي هذه البداية، الكلمة لك محمد لنفسر أكثر للمشاهد في البداية، اليويفا اتجه ليمنح ما يرضي الأندية الكبرى لأنه في التالي كان هناك تحديد مباشر من السوبرليغ على الاتحاد الأوروبي فكان يجب أن يخضع لطلباتهم كفكرة عامة هذا ما سنناقشه في المحور الثاني لكن دعنا الآن نشرح النظام الجديد نعم، سأمنح الفرق ثمانة مباريات كبرى الآن كل فريق سيلعب ثمانة مباريات يجب أن يحصد أعلى نقاط في هذه المجموعة الكاملة كل هذه 36 فريق الفكرة أن المباريات ازدادت من 125 مباراة إلى 189 مباراة هذا زيادة كبيرة جدا في عدد المباريات وبالتالي هناك عوائد مادية، هناك مشاهدات الفكرة الأهم أن هذه العوائد المادية الأندية يعني أنا أعطيتك ثمان مباريات دون الذهاب لدرق القادم على عكس ما كان يحصل أنها هي ست مباريات كنت تلعب ست مباريات وضد ثلاثة خصوم أننا ستلعب مع ثمان خصوم ثمان خصوم مختلفون ستزور ملاعب أخرى هناك ريع أكثر انتشار للعلامة التجارية الأندية مستفيدة بشكل كبير يعني ليس فقط الاتحاد الأوروبي من استفاد الأندية هي المستفيدة من هذه الأندية الكبيرة صاحبة فكرة سوبر الأوروبي يبدون أنها لم تحقق الفائدة المرجوة على أي حال دعنا نؤجل هذا النقاش للمحور الثاني لأنه سيكون عندنا الوقت لنخصص الانتقادات السلبيات وربما تكون إيجابيات على النظام الجديد لكن بالعودة لشرح النظام الجديد لو تخلونا الصورة عشان نحكي عليها أكثر الفرق الآن مثلا المستويات ريال مدريد عنده ثمان مباريات المجموعة 36 نادي بدل بلكان 32 في النسخة القديمة للنظام اللي صاله 12 عام لنضرب مثلا بحامل اللقب ريال مدريد سننتظر جدول المباريات لكن الآلية التي هو السؤال المطروح كيفية عملية التآهل كيف ستتآهل الفرق أول ثمن فرق تجمع أكبر عدد من النقاط تتآهل بشكل مباشر هذه نقطة مهمة جدا ثمانية فرق من كل المستويات مباريات الفرق المستوى الأول طيب عشان نوضح هاي عنا المستوى لما نقصد بالمستوى يعني بشكل أفقي المباريات اللي ذكرناها لريال مدريد أو مان سيتي أو باري مينيخ أو باريس سنجمل هؤلاء الفرق هي مستوى أول مصنف كمستوى أول هذا مصنف هون العمودي مستوى أول ريال مدريد مان سيتي باري مينيخ باريس سنجمل نيفيربول انتر ميلان دورت بوند لايمزق وبرشلونة مصنفة مستوى أول هنا لابد من سؤال كيف صنفت على ماذا سند الاتحاد الأوروبي كيف تصنف مصطفى أولا؟ عادة الاتحاد الأوروبي لآخر ست سنوات من المشاركات بعدد النقاط الوصول لأدوار المتقدمة وعدد النقاط من ناحية الفوز وأيضا الأهداف لعبة دور المسجلة في دور أبطال أوروبا ككل بكل الأدوار وتم تصنيفهم على ذلك إذن هذا هو المستوى الأول بين كل مستوى بين ريال مدريد ومجموعته كيف سيتأهل مثلا مان سيتي باني منخ إلى آخره النادي ماذا عليه أن يفعل كي يتأهل يسجل أكبر عدد ممكن الصلاة والأهداف نعم هذه الفكرة النقطة الأساسية لنعتبر أنه يوجد لدينا 36 فريق هؤلاء أول ثمانية فرق تجمع أكبر عدد من النقاط مع فارق الأهداف إذا تساوى عدد النقاط سيكون هناك فارق الأهداف لأنه لا يوجد مواجهات مباشرة صح فبالتالي ينتقلوا للدور القادم الآن نحن تمانت في عبرات هذه المجموعة الآن من مركز التاسع لحتى المركز الرابع والعشرون هؤلاء ينتقلوا قرعة يدوية ستجرى قرعة يدوية هذه نقطة مهمة جدا ليست عن طريق الحسوب كما حدثت قرعة يدوية يتواجه بمباراة ذهاب إياب 16 فريق سيتواجهون مباراة ذهاب إياب من 25 إلى 36 يقصوا من البطولة تماماً من كل المسابقات ولا يذهب إلى دوري أوروبي يعني بعد بكرة إن شاء الله ب31 الشهر سيتم إجراء قرعة دوري الأوروبي وتحديد هذه المباريات بالتالي دوري أوروبي له شكل آخر أيضاً المسابقات الأوروبية اختلفت يعني لو حقق مثلاً ريال مدريد أو باري ميونيك أو أي نادي من هذه الأندية أكبر عدم ممكن للنقاط مع فارق الأهداف وللنذكر نادي مثلاً لربما يكون لغير مرشح من المستوى الأول أو الثاني مثلاً على سبيل المثال للحصر سبورت إنجليش بوني البرتغالي أو بي أس في عيندهوفن الهولندي من كل مستوى يتأهل فريقين مباشرة أو لنرجع نحكي عن مستوى ريال مدريد لو كان مثلاً ريال مدريد وريد بول سالس بورغ هذا الثنائي هو من يطلع تستطيع أخذها بهذه المنظور أو هذه بوجهة النظر لكن أيضا تستطيع أن تأخذها أنه عبارة عن لنفرض أنها تصفيات وأول ثمانية يجمعون أكبر عدد النقاط من كل الفرق هذه يتم تأهل مباشرة من الستة وثلاثين فريق نعم فبالتالي ذكر البقية اللي هو مواجهات الفنائية المباشرة نعم الآن من واحدة ثمانية تأهلوا بشكل مباشر جمعوا أكبر عدد من النقاط من المركز التاسع للمركز الرابع والعشرون لهذول الستاشة فريق ستاشة أتنين ثمان فرق نعم مواجهة مباشرة ذهاب إياب كالدور اللي هو دور الستاش اللي موجود في دورة طالبة السابق مثلا بتأهلوا بيلحقوا للفرق الأخرى وبصير في دورة ستاش أساسي اللي هو كان أيضا في الفكرة السابقة هون بصير نفس النظام السابق اللي هو الدور في النهائي ربع نهائي نصف نهائي ونهائي دعني أشرك معنا طلحة أحمد محلل أربعة أربعة أثنين صانح المحتوى ومحلل ألاداء مرحبا بك طلحة نظام جديد أسئلة كثيرة تطرح عليه حاولنا بإجازة أن نشرحه أسمع منك تعقيب على هذا النظام الجديد مساء الخير معين تحياتي إلك وللجميع والجميع المشاهدين الكرام طبعا معنى البطولة يبدو أنه بوادرها اليوم اليوم القرعة لما شفنا القرعة انبسطنا كثير بالعدد المواجهات عدد القمم مواجهات كثيرة تعتبر هي قمم نشاهدها بالأدوار الإقصائية عادة اليوم أنت بتشاهدها من الدور الأول هذا فيه له انعكاسات وأعتقد أنه الانعكاسات كلها إيجابية أولا معين اليوم الفريق بيبدأ معك كان بالموسم الماضي يبدأ يبحث عن ست نقاط ومن ثم يعني ست نقاط في مبارتين من أصل ست مباريات وبعدين خلص هي موضوع يصبح تحصيل حاصل أريد نقطة من هنا أريد نقطة من هناك وفقط ولا يعطي كل ما لديه اليوم لا اليوم الفرق بتبدأ معك البطولة كما كانت تنهي معك البطولات السابقة على سبيل المثال ريال مدريد وتحط لي شاختر وتحط لي نابولي وتحط لي اليوم لا أنا عندي مواجهات صعبة جدا أنا يجب أن أكون بأقصى أو بأعلى رتم عندي وبأعلى تركيز حتى أن أنا أحصد النقاط لأنه في النهاية أنا أريد التأهل من القسم الأول لا أريد أن أذهب إلى الأدوار الإقصائية وأتأهل من خلاله هذا واحد شغلة ثانية معين اليوم في عنا فرق مش جاهزة 100% هي فرق كبرى إلها شعبية وإلها جمهرية كبيرة ويسي مش جاهزة 100% اليوم تعطيها فرص أكثر للظهور تعطيها فرص أكثر إنها معها فرص إنها تبدأ معك البطولة وتكمل لأدوار الإقصائية على سبيل المثال نتكلم عن فرق مثل نتكلم عن الميلان على سبيل المثال الميلان فريق مش جاهز بس أنت اليوم أعطيته نفس أي نعم فيه مواجهات صعبة ولكن من نفس الوقت أنا أعطيك عدد أكبر من المباريات اللي أنت من الممكن تكون مواجهات نديها بينك وبينها فيه شيء كان أنا بالنسبة إلي بيحكوا لي هذا مش عدل هذا ظلم بالنسبة للفرق الصغيرة كانت نسبة وجودها بالأدوار الإقصائية في السنوات السابقة أكثر من اليوم هاي اليوم أنا أعطيك فرصة وبعطيك حقك ولكن لا أتوقع أن نشاهد هذا العدد من الفرق في الأدوار المتقدمة في النهائي فأنا بشوف أنها قرعة جميلة جدا مباريات كثيرة جدا رتم راح نشاهد رتم لدور الأبطال لأنه تحدثنا لسنة الماضية معا لما تكلمنا عن دور المجموعات وصلنا للجولة الرابعة من دور المجموعات السنة الماضية كانت معظم المجموعات محسومة قد حسمت بسيطناء كم من المجموعة حتى المركز الأول والثاني حسم مش فقد الأول لذلك كرة القدم بحاجة هذه الانتعاشة وبصراحة أكون معك واضح لم أتوقع حتى ندرس بنظام دور الأبطال ولكن لم أتوقع أن تكون بهذه الروعة مبدئيا وبهذه المباريات بهذا الرتم بهذا النسق وبهذه المسارات الصعبة والجميلة فيبدو أن الأمور مباشرة وهذه الفزة التي كنا نتكلم عنها قبل أيام كرة القدم ماذا تحتاج؟ تحتاج إلى مثل هذا النوع من التغيير هذا بالإضافة وأختم بهذه النقطة ما عنده عدد الأهداف عدد الأهداف مهم جدا اليوم أنا مش مطالب أن أروح أسجل هدف وأرجع لا أنا مطالب بتسجيل أكبر عدد تشجيع على اللعب الهجومي أكثر طيب كابتن خالد سعد استمعت إلى حديث ضيوفي تتفق مع رأي طلحة الذي ذهب إليه كونه محمد لسه ما ناقشناه برأيه على البطولة محمد شرح الشكل والنظام الجديد تتفق بما ذهب إليه طلحة كابتن خالد أنت كمدرب ومدير فني نعم مع المساء الخير عليك وعلى الأخوة الزملاء والمشاهدين طبعا إحنا في البداية كنا مستغربين من هذا الحديث يعني في البداية في السابق لما ذكر أنه في تغيير ونظام جديد للبطولة الكل كان متفاجئ وإحنا دائما كل شيء جديد إحنا دائما نكون دائما في ردود أفعال لكن إحنا اليوم لما شفنا القرعة فعلا شدتنا كثير وخلتنا في حجم تفاؤل كبير يعني أنا أضم صوت إلى صوت أخوي طلحة أنه فعلا صار كل مباراة عنا تقاس بمقاس النهائي يعني ما في تفريط للنقاط ما في تفريط للمباريات صارت كل مباراة مهمة سواء على ملعبك سواء خارج ملعبك هون بتكون الجاهزية أكبر للفرق يعني يجب على كل فريق وضع استراتيجية معينة ووضع وترتيب الأولويات مهم جدا معنا نعرف الأولويات واليوم زيادة عدد المباريات في فرق مغمورة يعني في دور الأبطال ممكن في السابق كان في فريق عندك يعني مهيئ أنه بعد المباراة الثاني أو الثالث يرتفع الرتم لكن في السابق في النظام السابق أنت عندك مبارتين بتحدد مصيرك سواء أنت متأهل أو أنت مروح من البطول من الدور الأول لأنه أربع فرق ثلاث مباريات ذهابا ثلاث مباريات فيابا ست مباريات لكن اليوم زيادة عدد المباريات هي رح ترفع من رتم المباريات رح ترفع من حجم المنافسة وحدة المنافسة اليوم حتى الفرق الكبيرة عليها العمل أيضا بشكل متوازن اليوم في عندك بطولات محلية في عندك بطول الدور الأبطال بالشكل الجديد وزي ما حكيت معنا التغيير سنة الحياة وإحنا في حقبة جديدة اليوم أكيد زيادة عدد المباريات أنت اليوم لما تسجل في فريقة 25 إلى 30 لاعب اليوم نحن نشاهد لاعبين 13 لاعب أو 15 لاعب في فرق من بداية الموسم لنهايته معا تشري 15 لاعب نحن في 10 لاعبين لا نشوفهم حراس مرمى لا نشوفهم مغمورين في هذه البطولة تسمح لعدد كبير من اللاعبين أن نشاهدهم زي ما ذكر أخي طلحة زيادة عدد الأهداف وهي متعة كرة القدم نعم كابتن معا أستمر معك كابتن خالد هناك من يرى بأنه النظام الجديد عدد مباريات أكثر حتى في دور المجموعات في النظام القديم مثلا النادي كان يلعب ثلاث مباريات بينما الآن سيلعب عدد مباريات أكثر وسيسافر خارج ملعبه لأربع مرات لأنه أربع على ملعبه وأربع مباريات خارج ملعبه وبالتالي منافسات ستمتد معه تقريبا على مدار المنافسات كأنه ازداد شهر عليه عبء المباريات لأنه البطل في النظام القديم يخوض 13 مباراة بينما في النظام الجديد البطل قد يخوض من 15 إلى 17 مباراة في حال كان من الفرق اللي لعبت مواجهات مباشرة كي تتأهل بحيث لم يتأهل مباشرة عند هذه النقطة أنت كمدرب زيادة عدد المباريات يربك حسابات أي مدرب بحيث أنه يوزع مجهود لاعبه التخطيط سيكون مختلف بشكل استراتيجي أبعد أعمق وقد يكون أصعب بعض الشيء حكينا هاي رح تزيد من الضغط على المدربين على الأجهزة الفنية على الأجهزة الطبية على كوادر النادي على استخطابات النادي وتعافذات النادي يعني أنت اليوم اللاعب المصاب عندك ما إلو مكان بكل أمان وبكل صراحة أنت بحاجة كل اللاعبين في جهزية تامة ما بتنقر تستنى لاعب أنه لنهاية الموسم أو لاعب مصاب أنت بحاجة كل لاعب موجود يكون متواجد معك بكل الجهزية لكن إحنا بنحكي عن نقطة مهمة جدا معنا يعني لازم الأولويات ترتيب الأولويات حكينا هاي مهمة الاستراتيجية للنادي للجهاز الفني أنت عندك زيادة عدد المباريات والجميل في الموضوع أنه بتلعب مباريات أربع مباريات على ملعبك مش نفس الفرق بتلعب معها مباريات أو أي خارج ملعبك يعني اختلاف الفرق واختلاف الأنماط اختلاف المستويات ومهم جدا معنا إحنا لما نحكي عن ترتيب المستويات صار في أربع مستويات في أوروبا هذه المستويات أصبحت واضعة من تجميع عدد النقاط ذكرها أخي محمد حلمي من تجميع عدد النقاط من تجميع المباريات وهذا مؤمن جدا صار في عنا زيادة أربع فرق الأربع فرق ما اعتمدوها من الخمس سنوات أو الست سنوات السابقة اعتمدوا زيادة الأربع فرق هي كانت 32 فريق أصبحت 36 فريق زيادة الأربع فرق اعتمدوها من الموسم الحالي من السنة الحالية اعتماد نقاط معينة اعتماد فرق وتصنيفات أندية معينة ودول معينة فأصبح زيادة أربع أندية في هذه البطولة فجميل جدا المتفائلين صحيح سيكون مربك للمدربين مربك لللاعبين وجهد مباعف لللاعبين لكن على كل نادي البحث الأفضل والتطوير ومهم جدا في آخر نقطة معا كل الفرق تحكي عن الأمور المالية وزيادة حجم الإنفاق وحجم المصاريخ وحجم وحجم هذا كله سيزد من المرابح للاتحاد الأوروبي والأندية الأوروبية فإذا بحجم العطاء وبخدر العطاء سيكون عندك هناك زيادة الأموال والأرباح يعني كل فريق بمجرد مشاركته في هذه البطولة سيجني مبلغ كبير في بداية المشاركة شكل عام دوري أبطال أوروبا هي بيضة القبان بالنسبة لليوفا للاتحاد الأوروبي تدر له مداخيل أو عوائد سنوية تعادل ثلاثة أضعاف ما يأتي به كأس العالم من عوائد مالية رقم مهول جدا ابقى معي كابتن خالد نكمل الحديث عن النظام الجديد بالتأكيد زادت نكمل الحديث عن النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا حيث ومنذ الإعلان عن هذا النظام من هالة الانتقادات على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم خاصة الجزئية التي كنا نتحدث عنها زيادة عدد المباريات من وجهة نظر المنتقدين لم يعالج النظام الجديد المخاوفة من كثرة المباريات وتأثيرها السلبي على الأداء روابط الدوريات الأوروبية ترى أن هذه الزيادة أي في عدد المباريات ستدمر الأغلبية العظمى من الأندية وتخدم أندية قليلة فقط يرى المسؤولون في تلك الروابط أن بطولات الدوري المحلية في أوروبا تمثل العمود الفقري لكرة القدم الأوروبية بينما يرى بعض النقاد أن النظام الجديد ونتيجة للقرعة سينتفي فيه مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص من جديد إليك محمد حلمي راشد رأيك في البطولة وبعد ما استعرضناه من نقاط وأيضا الحديث مع ضيوف البناج رأيي في قسمين قسم الأول كمختص في كرة القدم وقسم الثاني كمشاهد كمختص في كرة القدم هو تم فعليا منح الأندية الكبرى ما تريد وداعا للمفاجآت في دوري أبطال أوروبا ما شاهدناه مثلا وصول جورتموند لأكثر من مرة لنهاية الأبطال أوروبا مثلا ضد بيرمونيخ في 2013 والأخير أيضا ضد ريال مدريد هذا لن يتكرر انتهى عصر وجود الأندية المتوسطة والصغيرة تنافس وتذهب بعيدا انتهى تماما دارنا إلى شتودغرد كمثال سيواجه فرق ملحمية طاحنة نعم ليس لديه أي فرصة لتواجه في الستاش فهذا في الستاش الأول يعني تخيل هو سيدا بعد ذلك تشيفرين عرّاب الفكرة هو رئيس الاتحاد الأوروبي رئيس الهوفا سلوفيني تشيفرين هو يعني يقدم هذا النظام لحل مشكلة عدم التوازن التنافسي وأيضا لربما يريد أن يرضي الكبار خاصة بعد فكرة السوبرليغ وشعره بالخطوة نعم هي هذه النقطة المهمة جدا وكان واضح استضافة الكريسيان رونالدو هو أنه انتهى دورة الطعوبة السابق تماما نحن في تاريخ جديد هذه كانت رسالة للجميع هناك شيء جديد سيطرح وطرحه تشيفرين الذي بالمناسبة هو مرفوع عليه قضية على الاتحاد الأوروبي أن هذه فكرة مسروقة من مستشار لتشيلي ليوناردو راشا قدمها للاتحاد الأوروبي قدمها لهيئة العدل الخاصة في الرياضة وكرت القدم لنرفع شكه الرسمية وطالب بذكر اسمه واستضفوه على فكرهم رضخوا له تم تزيله في عام 2006 هذا بشكل خاص فعليه مشاكل هو هذا الشخص دائما عليه مشاكل لكنه عارف كيف ينقل هذا لا يوجد رئيس كان شجاع بتغيير شكل نظام دوري أبطال أوروبا ثلاثة تغييرات التي تحدثت عن مدار التاريخ في بداية التسعينات في الواحد التسعين بالمسمى الجديد وفي بداية الألفية تغيير نظام دورين المجموعات وهلآن الشكل الجديد شكل الجديد التي تحدثت عنه بتواجد لرونالدو لبوفون وفيه عوائد مالية أكثر هذه نقطة مهمة جدا عدد مباريات زاد لكن الفكرة أكثر مفيدة للأندية لماذا؟ لأننا مثلا متفضلتهم سيلعبون ثمانة مباريات عكس ست مباريات يعني أنا سأمنحك مباريات قوية ثمان مباريات خارج ملعبك وفي ملعبك لنشعل المالتجارية وعوائد وبنفس الوقت هذه نقطة مهمة جدا سأمنحك يا في وقت مبكر من الموسم الفكرة دائما في الإحصاءات الخاصة في عالم المال وعالم المشاهدات وما إلى ذلك كانت فقط تنمو بشهر مارس وفبراير فلا أنا الآن سأعطيك في ستمبر مباريات قوية جدا والفريق سيدخل في موضوع منافسة دائمة ليس فقط في مراحل الحسن على وقت طويل وفيما يخص عدد المباريات هناك نقطة مهمة جدا أيضا وهي أن كان الاتحاد الأوروبي يعمل مع الاتحاد الفيفا وما بنعنا نفس تحت المظلة فبتالي عندما طرح طرح وادخل كأس العانى في الشتاء ولاعب اللاعبون وخرجوا واستكملوا الدوريات ولا يوجد أي شيء حدث ولاعبوا بطولات إقليمية قاربية فيها فكان فيها تجربة فبالتالي مهما تحدث المدربون أو روابط الأندية وبالمناسبة روابط الأندية تمثل اللاعبين ولا تمثل رؤساء الأندية الرؤساء الأندية الآن قدم على قدم وكل فرحة وسعادة بهذا النظام فبالتالي أنا كمشاهد كمشاهد الآن لدي جانب متعة أن أشاهد المباريات كبيرة لكن تكرار هذا الأمر على مدار سنوات سيكون ممل هذه نقطة مهمة جدا والنقطة الأخرى لن أجد أي فريق يحدث مفاجأة الموضوع صعب جدا ممكن أن تأخذ الأمر الآن عاطفيا لا يستطيع أن يقوم بذلك لكن على المستوى الفني لن تستطيع منافسة الثمانية أندية من المستوى الأول هذا إلا إذا بعد سنوات رفعت من مستوىك وانضمت إليه ربما النظام القديم كان حاضر على المفاجأات أكثر لكن أن تت 13 مباراة موزع على مدار الموسم بإمكانك أن تبدع وتستهد الآن الفكر هي كانت في الدور المجموعات السابقة لكن الآن استمرارية على مدار الموسم تستطيع أن تستغل وضعية الفريق الصعب وانت ستلعب معا ذهاب إياب هذه نقطة مع فريق واحد بينما اليوم أنت ممكن ذهاب مع فريق وإياب مع فريق آخر أو أرضك مباراة وبرا أرضك مباراة وهذه الفرق كلها أعلى منك في المستوى نحن نتحدث مثلا على مستوى الرابع والثالث شيء مستحيل أن يعبر بالعكس كان في دور المجموعات ممكن أن يحدث المفاجأة إذا جمع ست نقاط أو سبع نقاط مثلا يتأهل مباشرة للدور القادم فبالتالي يعني هو لكل شوف المنصات منصات الخاصة في كرة القدم صناع المحتوى في كرة القدم هذا شيء مفيد وساعدون بذلك لأنه عبارة عن محتوى سيتم نشره على مدار الموسم واستخدامه كسلعة لبيعها للمشاهدين لكن على المستوى الرياضي الخاص في كرة القدم وروحها وإرثها تم تغيير الأمر بشكل كبير طيب إليك طلحة أعود وأذكر بأنه كل هذه التغييرات على مستوى موضوع مرحلة المجموعات فيما كانت تعرف به سابقا مرحلة المجموعات بمعنى المباريات لا يوجد ذهب وإياب فقط بمرحلة المجموعات اعتبارا من أدوار خروج المغلوب ثمن النهائي ربع نهائي نصف نهائي وحتى المباراة النهائية سيكون هناك ذهب وإياب باستثناء طبعا المباراة النهائية كما جرت العادة والتي ستكون في ميونيخ بالمناسبة الموسم المقبل ملعب ببايرن إليانز أرينا طلحة هناك من يقول أن هذا النظام تم استنساخه من دوري السويسري تحديد النظام الدوري السويسري للشطرنج لذلك هل أنت مع هذه الفكرة وما العيب وما تضير لو كان تم استنساخه هذا أولا ثانيا هل هذه الفكرة وهذا الشكل الجديد يلغي أطماع بيريز مثلا ورؤساء الأندية الكبرى وخاصة بيريز بفكرة السوبرليج لأنه قد يكون هناك رأي يقول أنه لا لا يزالوا ينتظرون أموال أكثر عائدات أكثر من النظام الجديد نعم الآن في البداية بفكرة السوبرليج الذي طالب فيها هو طالب مجموعة من الأفكار من ضمنها كانت السوبرليج وهو كان يطالب بالتغيير الجذري في كرة القدم أو التغيير الكبير الذي يحصل في كرة القدم وهو حصل من خلال دور الأبطال بيريز يطلب كان عدد مواجهات أكثر بصفتي أنا ريال مدريد الفريق الأكثر شعبي في العالم الفريق الذي يصرف أمواله ويصرف ملايين ويصرف 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 بالأخير أنت بتيجي تعطيني بطولة أنا ما في من خلالها مردود مالي يوازي الشيء اللي أنا بدفعه ولا يليق فيه من حيث عدد المباريات وطبيعة المباريات اللي أنا أشارك فيها لذلك تم استحداث هذه النسخة معلما نتكلم عن إيجابيات وسلبيات البطولة اليوم هذا درس للأندية ودرس لطبيعة البن آدم بشكل عام أنك أنت ما تعتمد على النظام اللي أنت موجود فيه لأنه النظام قابل للتغيير اليوم إذا كنت فريق صغير أو متوسط وأنا متأقلم على هذه الوضعية الموجودة فيها متأقلم على هذه الظروف والأجواء اللي أنا بعيش فيها بشارك بدور المجموعات بدور الأبطال وكبيري أنا أجب مجموعة أعتمد اعتمادي الكبير في دور الأبطال أني أعتمد أراهن على حظي أراهن على حظي في مجموعة موجود فيها فريق واحد من الفرق المرشح وأنافس على المركز الثاني ومن ثم أتواجد في دور المجموعات في دور الأقصائية والآن أجي أحكي هذه مفاجأة عظيمة حصلت إلي بكرة القدم لا لا الآن أنت لجب أن تكون مهيئ نفسك أنك بدأت تشارك بدور الأبطال من هذا النوع لذلك التغيير لن يبقى على مستوى البطولة حتى الفرق اليوم الفرق المتوسط والفرق الضعيفة واللي كانت توصل لأدوار نصف النهائي والنهائي ونعتبر هذا الشيء مفاجأة لا اليوم بدون يعيدوا دراستهم للموضوع أنا لا ألعب في دور الأبطال وأضمن مبلغ معين في حال وصولي إلى الدور الثاني لا الأمور اختلفت تماما لذلك اليوم هذا هو دور الأبطال لما نحن نتكلم عن الفرص وتكافؤ الفرص دور الأبطال قبل ما يتم تغييره كان دور المجموعات الدور الأول هو دور المجموعات والدور الثاني أيضا هو دور مجموعات كان الفرق أيضا هذا قبل 12 سنة مظبوط هذا الكلام قبل 12 سنة أنا واحد من الناس اللي حق تكرة القدم لما كانت شكل البطولة بمرحلتين من المجموعات دور أول من المجموعات يليه دور آخر من المجموعات ومع ذلك معين كان فيه فرق تعمل مفاجأ ومع ذلك باير ليبركوزن وصل للنهائي ومع ذلك فالنسي وصل للنهائي مرتين وهي فرق لم تكن مرشحة في البداية للوصول ومع ذلك لذلك هذه الفرق يجب أن تعمل على نفسها حالة الركود الموجودة في كرة القدم وهو اليوم أنا فريق مثل هذا هو وديو خلص في عنا فرق تدخل أنا أريد مركز 12 في الدوري من 14 إلى 12 في الدوري وأريد التأهل إلى هذه البطولة هذا هو الركود اليوم لا أنا اليوم مطالب أنا اليوم مجرد أن أنا شاركت هذه البطولة إنكم أكثر دخل أكبر وبالتالي استغلال الدخل اليوم أنت مطالب أن يكون عندك أكثر من تشكيل بالفريق مطالب أنك تعقد صفقات وتعمل يرتفع سقف طموحك من نسبة لسؤالك الأخير استنساخه من الشطرنج من كرة السلة من أي شيء هذا الشيء متعارف على درجة أنه أصبحنا نستنسخ أفكار الألعاب الأخرى بعيدا عن كرة القدم نضعها في كرة القدم على سبيل المثال بعض الأفكار التي وجدت من كرة السلة صحيح محمد عندك مداخرة تفضلت وعجب كيف تنافس هذه الأندية الصغيرة إذا أصلا مدخول الأندية الكبيرة أصبح أضعاف فبالتالي هذا يستطيع صناعة فريقين وليس فريق واحد 16 لاعب بنفس المستوى العالي ولا ننسى أن هناك أندية تدعمها دول واتحادات كبيرة وعظيمة جدا فبالتالي يجب أن يحافظوا على سمعاتهم فبالتالي هناك الفجوة كبرت بشكل أكبر لأن أنا كنادي صغير أو كنادي متوسط هذا سيواجهني الآن بضعف قوته التي كانت فانتهى الأمر أصبح الأمر مكشوف تماما أن هذه الأندية الصغيرة والمتوسطة ملحتها مباراتين زيادة يعني مدخول زيادة أموال أكثر أصمت يعني في بوليتكس في سياسة بالتحال الأوروبي أرضى الأندية الكبيرة نعم هو دائما دائما ماذا يبحث أي شخص يدير مؤسسة على أرضاه الأقوى بكل تأكيد فبالتالي أنت ترضي الأقوى لأنه يدر عليك هذا منهج في الإدارة في الحياة نعم صحيح وأنت مختص في الإدارة نعم هذه هي الفكرة العامة التي حدثت أذهب إلى كابتن خالد سعد زيادة عدد المباريات تحدثت عنه بأنه بحاجة إلى عدد أكثر من اللاعبين يشركهم المدرب يمنحهم الفرصة قبل قليل عندما تناقشنا في هذه الجزئية كابتن خالد لكن عدد مباريات البطولة قفز بشكل كبير يعني نتحدث عن زيادة أكثر حوالي من 40 أو 45 مباراة للموسم الواحد وبالتالي الأندية المتوسطة ودون المتوسطة ستشعر أنها بحاجة للتصرف تحديات أكبر من طاقتها وقدرتها المالية عكس الأندية الغنية والثرية نعم نحن تحدثنا عن الجانب الإيجابي من زيادة عدد المباريات وما شابه ذلك لكن نحن اليوم نحكي عن الجانب السلبي لللاعبين وللإرهاق وللمجهودات المضاعفة لللاعبين وللأجهزة الفنية يعني حكينا عن ذكرت شيء أنت حكيت سرقة أو استنساخ البطولة من نظام بطولة شطرنج وما أكبرها من المشكلة مع أنه نشارك كرة القدم بالشطرنج يعني هاي شتان ما بين ذلك وبين كرة القدم والشطرنج يعني لما نحكي عن اللاعبين هم لاعبين يعني جسد وأرواح ولاعبين يجب أن يأخذوا ساعات من الراحة ومجهودات مضاعفة لللاعبين تركيز والتركيز مهم جدا لللاعب أنه يبقى دائما في تركيز عالي نحن نحكي عن اللاعبين هم مش ماكينات أو دمى أنه نحن نحركهم حتى على مستوى القرعة معين احنا اتجهنا إلى الذكاء الاصطناعي بشر طبعا واستخدام نعم ذهبنا لاستخدام ذكاء الاصطناعي لإجراء القرعة شوفنا قديش بتوجع الراس وشوفنا قديش بتغلب وشوفنا قديش بها يعني اختيارات ويعني مستويات وتذهب إلى مستوى آخر لكن اليوم احنا بنحكي عن الجوانب الفنية معين قتلت مشاهدة والمتابع والمتعة في كرة القدم وصبنا كمشاهدين وتحدثنا في حلقات سابقة عن إصابة المشاهد بالملل بطل فيه شغف لمتابعة المباريات حتى وإن كانت المباريات والأندي والمنتخبات الكبرى يعني زيادة عدد المباريات بشكل مبالغ فيه أصبح هناك تغيير من بعض المشاهدين اتجه تماما افتعد تماما عن مشاهدة كرة القدم أو ضغوطات كرة القدم هي ضغوطات في ناس بتابع مباراة معين تنقلوا لمستشفى من بعد المباراة لأنه يحب فريقه ويعشق فريقه لكن نحن اليوم نحكي عن الجمالية بصراحة فقدت من زيادة عدد المباريات وصيب اللاعب وصيب المدرب وصيب المشجع بالملل من زيادة عدد المباريات أكيد هي زيادة أموال لكن زيادة ضغط على اللاعبين يعني ربما الفيصل سيكون والحكم وإصدار الأحكام بعد نهاية على الأقل الموسم الأول لتجربة الشكل الجديد من نظام دوري أبطال أوروبا قبل أن أثبت لفاصل كابتن خالد جماعة الشطرنج بيزعلوا منك يعني برضو فيها تركيز ذهني عالي المستوى أنا بالزمانات اللعبت على قدي بس فيها تركيز شديد جدا مستمرونا معكم وتتابعونا بعد فاصل قصير في الدورة الإنجليزية الممتاز ملعب أولد تريفورد يستقبل قمة كروية تقليدية بين مانشستر ينايتد وليبركول يا مرحبا بعودتكم من جديد نذهب بكم الآن إلى إنجلترا حيث تتجه الأنظار يوم الأحد المقبل إلى ملعب أولد تريفورد مسرح الأحلام والذي يحتضن قمة تقليدية بين صاحب الأرض مانشستر ينايتد وخصص اسمه التقليدي ليفيربول تقام المباراة عند السادسة مساء الأحد المقبل وفي معقل الشياطين الحمر أولد تريفورد كما ذكرنا سابقا يملك صاحب الأرض الشياطين الحمر ثلاثة نقاط من فوز وخسارة فيما يملك الضيف الردز ستة نقاط من انتصارين متتاليين من جديد إليك محمد ليفيربول لأول مرة منذ مطلع التسعينات يحقق الفوز مع مدرب جديد في أول جولتين بداية مثالية لأرني سلوت على العكس لتنهاق الذي خسر في وقت قاتل من برايتن في طريقة درامية لأنه كان ممكن يفوز يونايتد بهدف جرناتشو الذي ألغي بالتسلم ذكرنا بهدف رونالدو بوناني بحيح في الماضي بين المدربين الهولنديين هذه الملحمة الكروية يونايتد وليفيربول كلاسيكو أنجلترا مواجهة بالشمال الإنجليزي المباراة ستكون بأولد تريفورد الظروف تختلف المعطيات ماذا ننتظر من كل من الرجلين في البداية هي بداية مميزة جداً لسلوت مع ليفيربول على جميع النواحي النتائج تحسن لعبين كمسوفردي تحسن مجموعة استكمال وكأنه استكمال أو أن آرنسلوت كان مساعداً ليورغن كلوب تستطيع أن تصف هذا الأمر لسلوت وعمله مع ليفيربول أحسنت الإدارة الإختيار بهذا الرجل بكل تأكيد ونحن تحدثنا بإسهاب عن كيفية اختيار سلوت أنت تخديداً صحيح نعم الشيء هذا يثبت مع مرور الوقت في البريمير ليغ بالتالي سلوت لديه الأفكار السلسة لديه أسلوب يشمل أكبر عدد من اللاعبين ليظهروا بشكل مميز هذه هي النقطة المميزة والمهمة والتي نستطيع إسقاطها على تينهاك هل الأسلوب الذي يعتمده في المباريات هو شامل لأكبر عدد من اللاعبين ليس شامل على عكس آنسلوت هذا الهولندي وشتان ما بين بدايته وبداية تينهاك على مدار المواسم الماضية المواسم الأول والثاني والآن هناك واضح أن هناك فجوة ما بين الفريقين في عالم التدريب في موضوع التدريب واضح أن تينهاك لم يصل حتى الآن فكرة واضحة لكيفية التعامل مع فريقه ووضع أسلوب واحد على أرض الملعب بالرغم من أنه عام الثالث في يونايتد بينما سلوت في مبارتين وصل لما يريده على الأقل أنا دائما بجانب المدربين وأدعمهم لنمنحه عذر في موسمين للتخلص وتنظيف الأمور وما إلا ذلك وهذا الصيف تم التعاقدات بشكل مدروس وممنهج وبناء ومع ذلك يصر على وضع قرناتشو في الإحتياط وإشراك راشفورد بدون أي تفسير منطقي لهذا الأمر فنيا فبالتالي يجب عليه أن ينظر على الاختيارات الفردية لللاعبين بشكل أفضل بعيدا عن أي ضغوط أخرى بكل صراحة لأنه راشفورد محمي بشكل كبير من الإعلام الإنجليزي فهذه الأمور مهمة جدا على مستوى التدريب على مشوارك في البريمير ليك لكن الرجل يمتلك من الشخصية صدام برونالدو وتحمل مسؤوليته صدام بسانشو أم لربما تلك العقبات اليوم باتت تسلط عليه ضغوط صار يحسب أكثر ومن الحظ الجميل أنه صدام في كريستيانو في نهاية مسيره لو كان كريستيانو ليس في نهاية مسيره لن يستطيع أن يقول ذلك وسيتم إقالته بكلمة واحدة من كريستيانو رونادو والشيء الغريب أنه كريستيانو في ذلك الموسم كان من أفضل لعبين في البريمير ليك كانت تشكيلات البريمير ليك فبشكل عام هذه المباراة تحديدا لو خسرها ليفربول تخيل لن يكون هناك تأثير سلبي على ليفربول لكن لو لم يفز بها منشيستر رونايتد سيكون تأثيرها سلبي جدا على الفريق بهذه الكلمة أذهب إليك طلحة الضغوط مسلطة على تنهايج يونايتد بينما ليفربول لو تعادل بل ربما حتى لو خسر يستطيع الفريق العريق أن يبلع تلك الهزيمة أو التعادل معين المشكلة أنه منشيستر يونايتد يجب أن من أول ما ينزل جدول الترتيب لفريق اسمه ليفربول فريق في بينك وبينه ثأر وخصوصا هذا المدرب خسران بنتيج كبيرة من ليفربول أول شيء لازم يمسكه متى مباراتي مع ليفربول وأحضر لمبارات ليفربول وأنا كيف بدأ أروح شو النفسية والوضعية والمعنويات اللي أنا بدأ أروح فيها لليفربول لشانك بزقت مشكلة مبارات ليفربول بدأت فيه أمامي برايتون لأنك أنت اليوم بتروح أنت مضغوط اليوم بنحكي لو ليفربول لو تعادل أو خسر عادي بينما منشيستر يونايتد أنه يخسر ست نقاط من أصل تسع نقاط متاعها هذا خلص بعطيك بوادر أنه الموسم سيء جداً بالنسبة لتنهاق وسيزيد الطين بيلا على منشيستر يونايتد ولكن عندي شيء إيجابي وفقط بدأ أتكلم عنه لما اليونايتد خسر من ليفربول النتيجة الكبيرة كان لمنشيستر يونايتد بوضع أفضل بوضع أفضل من ليفربول ومع ذلك خسر النتيجة الكبيرة من بعدها وكأنه أصبحت هاي المواجهة مش سهلة على تنهاق هاي المواجهة صعبة تحتاج إلى الكثير من التركيز من اللاعبين أيضاً ومن تنهاق لذلك نشاهد منشيستر يونايتد أمام ليفربول يعني يظهر بشكل جيد تعادل أخرجه من بطولة الكأس وقدم مستويات جيدة يلعب اللاعبين يلعبوا بحمية أكثر وبروح أكثر وعطاء أكثر كل شيء وارد في المباراة أنا لا أراهن أبداً على منشيستر يونايتد ولكن هذا الأمل الوحيد الموجود عني المعنويات سيئة الروح سيئة النتائج سيئة الضغوطات على اليونايتد أكثر هل تعتقد أن المباراة ستكون عامرة بالأهداف؟ بالعكس إذا قلت عامرة فهي بتطلع مش عامرة فإحنا منكي عامرة بالأهداف يعني واحد صفر وثناصب شكراً لطلحك كابتن خالد سعد أنت كمدرب بين هذا التحدي بين الرجلين الهولنديين المدرب يأتي بأفضلية الظروف والإعلام الكل يتحدث عنه بإيجابية العكس تماماً عندها تنهاج كيف سيتعامل تنهاج مع تلك الضغوط المسلطة عليه؟ نعم معاً يعني خلينا نحكي عن ضغوطات تنهاج ونتحدث عن سلاسة وطريقة التعامل من أرنسلوت مع فريق ولاعبين نجوم ليبربول يعني في البداية إذا شفنا في المباراة السابقة عندما تم استبدال اللاعب أرنولد شفنا كيف أرنسلوت أرنسلوت شعر أنه اللاعب هناك يعني فيه غضب من اللاعب راح تحدث مع اللاعب جلس بجانبه في المؤتمر الصحفي تحدث عن تبديل هذا اللاعب تحدث عن أرنولد أنه لاعب متعب ومرحف من مشاركته مع المنتخب الإنجليزي شوف كيف طريقة التعامل وإدارة الموضوع والمشروع بحكمة لكن إحنا على النقيض الآخر فريق مانشستر يونايتد يعني اللاعبين قدموا مباراة جيدة يعني لما نيجي نحكي كمباراة أديرة في 90 دقيقة أمام برايتون يعني فريق أدى مباراة جيدة كان قابقه وسين أودنا من الفوز يعني لو لا ألغي الهدف بحجة التسلل من تغيير الحكم إلا أنه تسلل صحيح لكن الفريق عنده يجب تغيير الثقاف وتغيير ثقافة اللاعبين معا إذا أنا ما فزت أنه ما أخسر لأنه في مقولة حكاها مايكل أرتيتا في الموسم السابق أو الموسم قبل السابق تحدث عن تجميع النقاط تحدث أنه إحنا هذا الموسم كان عندنا 89 نقطة يجب العمل في الموسم القادم على 92 نقطة لنظر باللقاء يعني مهم جدا عدم التفريط بكل نقطة عدم التفريط بالنقاط في المباريات يعني تفريط في نقطة مهمة جدا من لاعبي مانشيسر يونايتد يعني بالتعامل السيء في خلال إدارة المباراة إذا أنا ما فزت ما أخسر وسهل جدا الموضوع وإدارة المباراة الضغط على تنهاج أكيد الضغط سيكون أكبر أرنس لوت يعني قدم شيء جميل وتشعر أنه استكمال مسيرة يورغاني كلوب وتشعر أنه كان في الجهاز الفني سابقا التعامل بشكل جيد مع اللاعبين لكن رح نتابع مباراة جميلة جدا وعلى رأيي طنحة ما رح تكون عامرة بالأهداف رح تكون عامرة بالجلطات لمتابعي ومتابعي فريق مانشستر يونايتد لأنه فريق مانشستر يونايتد ما بتعرف الطريقة التي يدارت هذه المباراة مرة بتلاقي الفريق بأفضل حالاته ومرة بتلاقي اللاعبين تائهين تماما في أرضية الملعب فيجب الاستمرار ويجب تغيير ثقافة اللاعبين في حالة إذا أراد الفوز على فريق ليفربول طيب إليك محمد حلمي راشد قبل أن نختم ملف يونايتد وليفربول توقعاتك توقعاتي فوز ليفربول ليفربول اليوم أعلن تعاقده مع كييزا اللاعب الإيطالي السابق بيوفنتوس ما هو سبب توقعي ليفربول لأجل كييزا إضافة نوعية وبمبلغ بسيط إضافة نعم لكنها فيها مخاطرة من الفريق ومن اللاعب اللاعب ليس جاهزا بدنيا لمستويات البريمير ليك اللاعب غائب كثير بالإصابة اللاعب غائب أخر ثلاث مواصم بثمانين من غراء بالتالي اللاعب يعاني من تبعات الإصابة لكنه إضافة جميلة جدا كمستوى لو يعود لمستواه الحقيقي وإضافة رائعة جدا لو ثمانين بالمئة من مستوى كييزا السابق إضافة رائعة لفريق عريق ويستحق كييزا فريق عريق آخر يرتدي قميسا وهو ليفربول فهو إضافة وحماية لأي مفاجأة ممكن تحصل في الميركاتو لأنه دياز كان على وشك الخروج وممكن أن يحدث ذلك في الشتاء كمثال يعني في تالي أنت تحمي نفسك الإدارة ذكية في ليفربول حتى تعاقد الحارس مثلا صح مماردش فيلي أنت عندك أليسون لكنه هو حماية وللموسم المقبل وكأنهم يستلهمون من نهج ريال مدريد في التعاقدات أو منشسر سيتي النهج الجديد أضمن عالي وبخليه مع نادي نعم وبعد ذلك الخطوة القادمة مضمونة شبه مضمونة فشيء جميل رؤية كييزا عمل ممأسس عمل ممنهج عمل مدروس منذ تقريبا من سبع سنوات من ثمان سنوات وليفربول بنفس المؤسسية التي يعمل عليها وإيجابية نتائجها واضحة أنها إيجابية وأنتمنى أن تستمر وجود ليفربول بمستوى عالي في البريمريك وفي الكرة الأوروبية شيء مميز لكرة القدم شكرا جزيلا محمد وصلنا للنهاية شكرا لثنائي التحليل لأربعة أربعة أثنين كابتن خالد سعد المدرب الوطني وأيضا محلل الأداء وصارع المحتوى طلح أحمد الذي توقع أن لا تكون مباراة يونايتد وليفربول عامرة بالأهداف والشكر موصول إلى ضيفي هنا في الاستوديو محمد حلمي راشد محلل البرنامج وصارع المحتوى شكرا جزيلا لك محمد شكرا لك الشكر موصول لكم على طيب المتابعة ننتقي وإياكم إن شاء الله الأسبوع المقبل إلى ذلك الحين في أمان الله اشتركوا في القناة